بحب أقرى لحضراتكم الكلام اللي بيقولوه علينا مش اللي عمر بيقولو ولا اللي الحكومة المصرية بتقولو يعني قالوا إيه علينا قالوا قالوا إيه وانا عارف ان اللي بقى حقرات دلوقتي هتقول لي فين ده ده زي إيه حضرتك شوف وقيم لانه لما نتكلم على مؤسسات دولية بتتكلم عننا دول ناس ما عندهمش مصلحة ان هم لا يجملونا ولا يقولونا حاجة كان عندنا إسلاح اقتصادي وبنعمله مع صندوق الناد الدولي بعد ما خلص البرنامج ده على فكرة فيه ناس مثلا زي الأرجنتين وزي دول كتيرة عملوا برامج مع الصندوق وفشلت فمش كل حد يعني مثلا انت عندك مشكلة اقتصادية تيجي تقول لي يا عمر ساعدني فجأة ساعدك أديك فلوس فيه ناس تديها الفلوس تعرف تزبط حياتها وتقفع رجليها وفيه ناس تاخد فلوس وتقع فيه دول عملت برامج الصندوق دي وفشلت كتير موقف الاقتصاد المصري تطور بشكل ملحوظ منذ 2016 هكذا وصف صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري في أوراق المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر الصحيح الاقتصادي التي نشرها على موقع الإلكتروني بالأمس هما بعد كل بعد القصة الأخير اللي قد قلنا ده اللي هما كانوا لـ 12 مليار بيقولك طب انت عملت ايه بالفلوس انت زبطت ايه في الموضوع في يونيو الماضي وافق صندوق النقد على المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الصحيح الاقتصادي ومن ثم قرر صرف الشريحة الأخيرة من قرد مصر لتكون بذلك مصر حصلت على قرد الصندوق كاملا بقيمة 12 مليار دولار وخلال أوراق المراجعة الخامسة قارن الصندوق بين وضع الاقتصاد المصري قبل تطبيق برنامج الإصلاح والوضع الحالي مع اقتراب البرنامج من نهايته يعني هو بيقولك انا من قبل ما اديك الفلوس كنت انت عامل ازاي ودلوقتي عامل ازاي وبحسب الصندوق فانه بحلول منتصف 2017 2016 ترك مزيج ترك مزيج من السياسات غير مستقرة في مصر تواجه نموة متدنيا وزيادة في الدين العام وتساعد مشكلات ميزان المدفوعات مع نقص حد للعملة الأجنبية وسعر الصرف مبالغ فيه قالك ده في 2016 كنت تعمل كده سعر صرف من هاي البستين إلى ديون ما فيش توازن عندك عجز ده في 2016 هو صندوق الناد بيقولك انا مستقلمك 2016 كنت عامل كده وقال صندوق ان برنامج مصر الاصلاح والمدعوم من الصندوق نفذ تعديلات كبيرة ترتكز على تحرير سوق الصرف وضبط الاوضاع المالية لضمان القدرة على تحمل الدين العام وحماية الطبقات الاكتر ضعفا وبحسب الصندوق فان هذه الاجراءات كانت حاسمة في استقرار الاقتصاد موضحا ان معدل النمو في مصر تصارع وانخفض عجز الموازنة العامة وعجز الميزان التجاري وارتفع الاحتياط النقد الأجنبي فيما انخفض الدين العام والتدخم والبطالة وقاد تصارع معدل النمو في مصر جزئيا السياحة واكتشافات الغاز قالك ان ده كمان جنبي السياحة عندك تطورت السياحة النهاردة وصلت زي قبل 2011 واكتشافات الغاز حقل دهر مشيرا انهم المتوقعا تنخفض مساهمة ازائي القطاعين خلال فترة مقبلة نظرا لانهم وصلوا للزروة وضاف الصندوق ان استقرار الاقتصاد المصري استغرق تركيز السلطات المصرية على اصلاحات هيكلية طويلة الأمد للنمو وتخصيص موارد في القطاعات المختلفة وبيتكلم بقى على تخصيص الاراضي الزراعية وتخصيص الاراضي الصناعية وتقوية المنافسة الصندوق اما بيطلع بيان زي ده ما يعرفش يجامل دي ناس دا ما تقيل ويا ما قالوا علينا كلام بايخ طيب اللي بتفرج عليها دلوقتي يقول لي بس انا ما جاليش هنا يعني انا ما معايش في جيبي الحاجات دي هي فين مش كده هو ده الكلام دلوقتي هتقول لي لا لا اقول لك انه رغم اللي حصل ده كله الى انه هذا الاختصاد لم ينهار هذا الاختصاد قلل البطالة وزود التشغيل هذا الاختصاد حافظ على جنيه بيقوى امام الدولار رغم كل ده يعني محدش بيعمل اصلاح اقتصادي ويقدر يعمل ده في نفس الوقت معدل النمو كل الحاجات دي تغيرت كان الوضع ممكن يبقى اسوأ كتير تقول لي طب احنا عايزين ايه اقول لك عايزين الاهتمام اكتر بالحلول الاجتماعية اي اصلاح اقتصادي محتاجين جنبه بعض الحلول الاجتماعية الاصلاحات الاقتصادية الاجتماعية تزيد علشان الناس القسوة بتاعة الاصلاح الاقتصادي دي تقل عليهم هو ده المطلوب انت عملت الشق ده كويس محتاج بقى تنتبه الى الشق الاخر اكتر واحد دي حكاية